عندما عرض جورج بوش ثلاثة شروط للعفو الكامل عن صدام حسين في مقابل إذلال العراقيين لن تصدق ما هو رد الفعل التاريخي للرئيس العراقي عزيزي المشاهد هل تعلم أن جورج بوش أرسل ثلاثة شروط لصدام حسين من أجل إطلاق سراحه بعد القبض عليه؟ والأغرب من ذلك أنه كان يريده أن يظل باقيا على قيد الحياة فإذا أردت أن تعرف ما هي الشروط الأمريكية الثلاثة لإطلاق سراح مهيب الركن وماذا كان رد صدام عليها؟ وما هو بيت الشعر الذي رد به الرئيس العراقي على بوش؟ فتابع هذا الفيديو شيق في يوم تسعة أربع ألفان وثلاثة ميلادية سقطت بغداد وتم إسقاط تمثال صدام حسين وغارقة العراق في الفوضى واختفى صدام لعدة أشهر على الرغم من تخصيص أمريكا جائزة قدرها خمسة وعشرون مليون دولار لمن يتمكن من الإدلاء بمعلومات تسهل القبض عليه ظلت مطاردة صدام مستمرة لمدة تسعة أشهر إلى أن تم إلقاء القبض عليه في ثلاثة عشر ألفان ميلادية وثلاثة وشاهد الجميع خروج الرجل الذي حكم العراق بقبضة من حديد من حفرة ضيقة كانت مغطاة بالحشائش والرمال في غرفة بدائية يصل إليه الهواء من خلال أنبوب ضيق في منطقة تكريت كان صدام متعبا للغاية ومتسخ الملابس وقد طالت لحيته وشعر رأسه وكان يحاصره جنود قوة دلتافورس الأمريكية التي كانت مكلفة بالقبض عليه بعد القبض عليه كانت أول الكلمات التي نطاقها هي عبارات أنا صدام حسين رئيس العراق وجاء الرد عليه من أحد الجنود الأمريكان بعبارات الرئيس بوش يرسل إليك تحياته بدأت محاكمة صدام وخلال القضية وصل عرض غاية في السرية من الرئيس الأمريكي جورج بوش شخصيا إلى صدام وذلك بحسب ما قاله الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام كان العرض الذي أرسله بوش إلى صدام حسين يتكون من ثلاثة شروط وكان أول هذه الشروط أن يقوم صدام بتعيين نائب له لكن دون صلاحيات ودون أي سلطة أما بخصوص صدام نفسه فقد انتهت رئاسته للعراق إلى الأبد أما الشرط الثاني لابوش فكان وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية في الفلوجة وجاء الشرط الثالث ليؤكد على نهاية علاقة الرئيس العراقي ببلاده حيت طالبه بوش بمغادرة العراق إلى الأبد نقل الدكتور الدليمي هذه الشروط لصدام بنفسه وقام صدام برفض كافة هذه الشروط الثلاثة وقام بترديد بيت الشعر الذي يقول إن لم تكن رأسا فلا تكره فليس سوى الآخر غير الذنب ظل صدام حسين يقود المقاومة من داخل محبسه وكان يتواصل مع الشعب العراقي عن طريق تمرير بعض الرسائل المشفرة لعناصر المقاومة العراقية وهو في سجنه وكانت المقاومة تستشيره ببعض الأمور الخاصة بها ويرد على تلك المسائل بالرسائل خلال جلسات محاكمته لم يستسلم صدام حتى آخر أنفاس له في الحياة وكان يدعو القوات العراقية للصمود وكان كثيرا ما يذكر عبارة القوات العراقية المجاهدة وكان قاضي المحاكمة ينبه عليه بعدم ذكر هذه العبارة رفض صدام حسين كافة العروض الأمريكية بخروجه من العراق سالما في مقابل تحقيق أهداف الإدارة الأمريكية وفضل أن يموت ويدفن في تراب العراق وفي النهاية برأيكم ماذا كان سيحدث لو وافق صدام حسين على عرض بوش السري وكيف كان التاريخ سيذكره اكتب لنا في التعليقات دمتم في أمان الله